دائماً وأبداً ضربة البداية مع مقالي ومقاله عام تاريخي وخطوة على الطريق سنة تاريخية فعلاً مؤكد مليئة بالأحداث التي سيتذكرها التاريخ لأن النادي الأهلي عمل فيها مجموعة من القرارات والإنجازات كل قرار فيهم على مفارقة في عالم الرياضة وفي عالم الإدارة وفي عالم الأندية وتطوير المناخ الرياضي وفي المقابل سلبياتها أنها جاءت في أسوأ عام للإدارة الكروية المصرية نبتدي بالحاجات من وجهة نظري اللي هتكملي عليها لماذا هو عام تاريخي للنادي الأهلي لأن في مجال القرارات الإدارية التي تستشرف المستقبل صدر مجموعة من القرارات أهمها إنشاء ثلاث شركات شاهدنا واحدة منهم بدأت انطلاقها وجمعتها العمومية وهي شركة الكورة ثم شركة الإنشاءات ثم شركة الخدمات اللي هي فيها سياحة وفيها خدمات أخرى الثلاث شركات دول أهمتهم إيه؟ هو تنفيذا لتوجيهات الدولة بالسماح للمؤسسات الرياضية ومنها الأندية طبعا بالاستثمار وإنشاء شركات أو دخول في شراكة فبدر الأهلي بعدما كان عنده شركة الأهلي إنتاج الإعلامي والتسويق أصفرت عن قناة الأهلي ومجموعة أخرى من المشروعات والقرارات الأخرى زي اللي حصل دي يعني نقدر نسميها هولدن كامباني الشركة الأم أهلي وإنتاج الإعلامي ثلاث شركات دول كل واحد والقامات التي تدير هذه الشركات قامات هي الأبرز كل واحد في مجاله سواء الأستاذ ياسين منصور طبعا عبقرية اقتصادية في مجاله الأستاذ أيمن إسماعيل في الإنشاءات عبقرية اقتصادية في مجاله وإنشائية ومعمارية ثم أيضا الوزير أسابق يحيى رشد خبير في مجاله لا يشق لا غبار تستفشر خيرا اتكونت الشركة كذا معنا شايفين موجود دلوقتي بعض مصفة فما اقتفضنا بالألقاب هقول لك بمناسبة لأنه المهان سعدل أشرار الجزئية مهمة أنه السنة دي شهدت انطلاق وتأسيس هذه الشركات ده الاجتماع الأول أول اجتماع للجمعية العمومية لشركة الأهل لكرة القدم هي ايه تكوين الجمعية العمومية بالزبط عشان تبقى الناس لأن دي شركة برضو هترتبط بأحلام وطموحات ومتابعات الجمهير الأهلوية تاريخيا بالتأكيد لكن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي جمعية أو شركة الأهل لكرة القدم من الشركاء فيها النادي الأهلي شركة الأهلي للإنتاج العلامي ومجلة الأهلي هذه الكيانات المستقلة كل كيان فيهم له صفة مستقلة فتشاركوا على تأسيس شركة الأهل لكرة القدم أصبحوا هم دول المكون للجمعية العمومية لهذه الشركة فحاضر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق ممثلا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة مفوضا من المجلس بالتنسيق ما بين النادي وما بين الشركة ثم إبراهيم المينيزي كرئيس تحرير للمجلة ممثل لمجلة الأهلي دول الشركاء الشركة بقى الهيكل بتاعها الإداري أستاذ ياسين منصور رئيس الشركة المهندس مصطفى فاهمي نائب رئيس الشركة والأستاذ عمر شاهين المدير التنفيذي للشركة دي قصة الجمعية العمومية أهمية الشركة دي هنا هتكون مستقبل إدارة كرة القدم في النادي الأهلي الكنات اللي موجودة فيها عندها الخبرات وعندها القدرة وعندها الاتصالات وعندها الملائة الزهنية وكل شيء والإدارية إنها تدير وتعمل نقلة مؤكد الناس كتير تتصور إن ده يعني خدت كرة القدم وراحت بيبعيد عن نادي الأهلي أبدا ما زال مجلس الزهنة النادي الأهلي هو يملك هذه الشركات كلها من خلال جمعية العمومية اللي فوضته بنشاء هذه الشركات فيش حاجة تتعمل من فراغ أو الوعد وكده صحيح فده مهم والشركات الأخرى كل شركة تبتدي تعمل اجتماعها تأسيسي وبعدين تنطلق بمجلس إدارتها حنشير إليها ولازم يكون لنا في المستقبل القريب لقاءات مع قيادات هذه الشركات ناخد منهم تصورهم برامجهم أهدافهم مهم جدا الناس بتسأل هم حيعملوا إيه فتطلع عشاء كتير جدا هم تصورين دلوقتي الأستاذ ياسين يعد حجيب كذا كذا هو جاي يدير شركة ولو كان عايز يدعم بشكل فردي ما كانش محتاج أن يكون رئيس مجلس إدار الشركة والرجل عمل ده كتير إنما هو جاي يقول الشركة دي عمل مؤسسي هننظمها بحيث تصبح عمل مؤسسي يسفر عن خطة قابلة للتنفيذ وأهداف قابلة للتحقيق هادي واحد طيب بعد الشركات دي لماذا هو عام تاريخي في مجال الإنشاءات وضع حجر الأساس يا أستاذ إبراهيم بس الأول ها هل يجب أن يتوقف قدام دي وضع حجر الأساس والاستقرار عن يكون الأستاذ والمدينة الرياضية والأسواق والإقصادية في الشيخ زايد وما كان يتحدد وخذنا الموافقات هذا حدث في غاية الأهمية لأنه ده بيضعك دي أقولك هي على الرنوي انطلق مع مجموعة طبعا الإنجازات الأخرى في الفروع والتطوير الذي حدث ثم التطوير والنتائج المبهرة في عالم كرة القدم في عالم الألعاب الأخرى وكل الناس شافت الجهد الذي بنا أو الذي بوزل عشان الألعاب الأخرى تقف على رجلها تبقى المرشح الأول في كل البطلات التي تخشها فضلا يعني نهيك على أن ما سوحد يقولك ما أنت خسرت في الباسكت للنار هنتكلم عن هذه الخسارة الغير مقلقة هنحكي في أسباب ولكن أرى أن النادي الأهلي يسير بشكل رائع جدا في تحقيق أهدافه ولكن السيء من وجهة نظري عشان تبتد أن تبقى تنطلق في الجيد والسيء هو ما نشهده في الإدارة الكروية لا يمكن أن يختطف الإتحاد الدولي الكرة المصرية من خلال مجموعة من الموظفين يعملوا لديه يحققوا أهدافه وليس أهداف هذا الوطن ما يتحقق على أرض الواقع في الكرة المصرية يتخلف ببعيد عن كل المنجزات الأخرى اللي بتبذلها الأندية بلا يعني تفريق كل الأندية بتبذل غاية ما عندها أنها طور الكرة ولكن يبقى اتحاد الكرة يشد الجميع إلى مناطق ما هيش بتاعتنا مش هي دي أحلامنا مش هي دي رؤيانا فتلعب بطولات زي البطولة العربية كأنها لم تأتي في حين عشان تجرب ناس ما يبوش عندك في الاربعين لعيب أنت حرف اختيارك آه يا سيدي حرف بس لازم تفاهمني ما حاجة نذهب إلى الأمم الإفريقية في أسوأ لحظة من تعارض المصالح أكيد في تفاصيل بين الأمم الإفريقية ومصلحة ممثل أفريقيا المصري في كأس العالم للأندي هذه جزء من السلبيات ما ذكرتش كل حاجة ولكن أرجو مع انتخاب المجلس الجديد وتكوين الرابط بصلاحيات واضحة وقرارات واضحة لنشوف تعديل ترجمة نانسي قنقر